احداثيات حجم الناتج المحلي المستقبلية لسلطنة عمان تتجه نحو تعزيز الإرادات المالية غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط ومشروعات كبيرة دخلت حيث التشغيل التجاري عبر بوابة جهاز الاستثمار العماني ولتنمية القدرات البشرية وتحفيز الانتاجية في الاقتصاد العماني اطلق جهاز الاستثمار العماني برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات المملكة للجهاز باسم برنامج قمم جاء ذلك خلال ملتقى روابط الرابع الذي يعقده الجهاز مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للجهاز جهاز يعلن اليوم اطلاق برنامج للقيمة المحلية المضافة بمسمى قمم هو برنامج الهدف منه التركيز على تطوير عمل وتعزيز اداء الشركات الحكومية فيما يتعلق بالقيمة المحلية المضافة طبعا القيمة المحلية المضافة لها دور كبير في رفض الاقتصاد العماني من خلال توفير فرص واستغلال فرص صناعية وتوفير فرص عمل ايضا للشباب العماني بدأنا في العمل مع الجهاز حقيقة لتحقيق نوع من المواعمة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل مع الجهاز على بلورة مجموعة من الفرص التي توجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجدنا الحقيقة الكثير من التعاون مع الأخوة في جهاز الاستثمار ونعتقد بأننا مع الجهاز سوف نخطو في المرحلة القادمة خطوات ثابتة في اتجاه تعزيز منظومة ريادة الأعمال وأيضا أخذ جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لآفاق أفضل جهاز الاستثمار العماني يواصل مسيرة حوكمة الشركات المملكة له عبر برنامج روابط الذي أطلق بهدف ربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز نحو توحيدها وموامتها مع رؤية عمان 2040 والمتمثلة في تنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عمان وجاء البرنامج المسمى قمام الذي أطلقه الجهاز لبناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنمية شاملة مستدامة كما يهدف إلى دعم رواد الأعمال العمانيين ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير السلاع المنتجة محليا وفق مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق لسب تعمين عالية تضمنت السياسة الجديدة أربع إقراءات أساسية الأولى طبعا تخصيص كافة أوامر الشراء والتي لا تتعدى عشر تلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أما بما يخص أوامر الشراء ما بين عشر تلاف وخمسين ألف ريال عماني فقد تم إعطاء الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة عشرة في المئة كذلك تم تحديد عدد خمستعشر يوم أو خمستعشر يوم طبعا للشركات الحكومية على أن تقوم بسداد كافة فواتير طبعا المتعلقة بأي أوامر شراء مشروعات وطنية واستثمارية مستدامة تتل الأخرى تقف على ربوع سلطنة عمان فاتحة بوابتها للتصنيع وبيع وتصدير منتجاتها إلى العالم أجمع وجهاز الاستثمار العماني يواصل مسيرة حوكمة الشركات المملوكة له عبر برنامج روابط الذي أطلق بهدف ربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز من أجل توحيدها وموامتها مع رؤية عمان 2040 حلقة العمل برنامج روابط جمع الإدارة التنفيذية بجهاز الاستثمار العماني مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للجهاز في وقت أكد فيه جهاز الاستثمار العماني عن افتتاح 13 مشروعا وطنيا في مختلف القطاعات بقيمة استثمارية بلغت 3 مليارات ونصف المليار ريال عماني وستدعم هذه المشروعات القيمة المحلية المضافة وستعزز حجم الناتج المحلي يوسف بن سعيد الرواحي مسقط ترجمة نانسي قنقر